بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نبتدي موضوع جديد في موضوعات نوع ميكانيكا وموا elbows nous voyons Thisvia Next Step Off calledbupakynematics نتكلم عن حركة ب principe prha-se c plus-t plusibilities X em نتكلم على أسس الفلويد فلو أول حاجة بتاعت الفلويد هتكلم على الفلويد موشن هتكلم على الفلويد فلو هتكلم على التمبرال and special classification تقسيمات الفلو إحنا عندنا هنشوف المدارس اللي اشتغلت في وصف الحركة فإحنا عندنا اللي بنعليه الأناليسس أبروتشز اللي يضطر عندنا فيه لاجرانشل وفيه عنده الإلوريان اللي يجي من كلمة أيلر العالم بتاعها وهنتكلم على control volume والsystem وهنتكلم على نظرية مهمة جدا لرينالدس transport theorem اللي نفسر RTD لما نبتدي نتكلم يعني إيه قلنا fluid kinematics fluid kinematics يبقى زي بقلت هشير إلى الحركة على طول يبقى fluid kinematics is a study on fluid motion in space and time without considering force which cause the fluid motion يبقى إحنا من يتكلم على fluid kinematics باتكلم على الحركة بس دون التعرض اللي حسابات الفورس اللي موجودة لأن اللي ما تكلم على force بيتكلم على fluid dynamic زي ما نشوف إن شاء الله فأنا عندي أول حاجة lagrantian method دي الطريقة أو المدرسة الأديمة اللي بتوصف دايما حركة الجسم أو حركة البارتكيل إلى initial position للحظة معينة يعني دايما نقول بنوصف الحركة أجل الجسم أو position تحرك من نقطة من سرعة عند كانت النقطة صفر سرعة الأصل النقطة الأصل يبقى دايما كنت بوصف الحركة إلى نقطة بسميها نقطة الأصيب position of the individual particle is function of time ولذلك كنت بعمل considering للtime only هذا الكلام قد يكون صالح للsolid mechanics لكن بالنسبة لفلاود ما بيبقاش دقيق ولذلك ظهرت المدرسة الحديثة اللي عملها Euler وسمناها lorian method هنا أنا باخد flow quantities zay velocity والpressure والvolume والtemperature دي بتبقى described as a function of space and time يبقى أنا هنا حددت إن أنا هشوف التغير بتاعنا مع الspace والtime وبالتالي بيكون description بتاع lorian of fluid flow ده بيكون مناسب أكتر من lagerange وبختار domain أو بختار control volume وبعمل عليه الدراسات بتاعتي وزي ما نشوفه هو الcontrol volume إن شاء الله يبقى أنا عندي نوع منعرف الflow field بتاعنا كfunction في space and time زي على سبيل المثال لو عندي pressure يبقى البي function في x y وz تمثل space والtime يمثل time كذلك velocity البيلوصيف عندي component u في اتجاه i function في x y z t component v function في x y z دي ده space والtime component w function في x y z t في اتجاه lk وكذلك أيضا acceleration نفس الكلام ax ay z وكله بيدبند على x y z وز ومثل space and time t يبا احنا شفنا مدارس وصف حركة الماع اللي هي المدرسة القديمة لاغرانشان والمدرسة الحديثة أولويرن وهي المناسبة أكثر لميكانيكا الماع ودرسة الماع وشكرا